اليوم كنا في اجتماع مع محافظ بغداد تحديدا على مناطق في غرب العاصمة أبو غريب وغيرها يتكلم لي هو يقول لي مشاريع أنجزت مشاريع مدارس وهذا طبعا على حدث المحافظ محافظ بغداد مشاريع أنجزت في 2018 و2017 الآن آية للسقوط وحتى شفت يعني فيلم عنده فيلم كونكريت يعني الكونكريتاليزمة بيدي يعني يصير تراب هذا هذر و هذا يعني مسؤولية المقاول يجب أن تلاحق للدعاء العام وتلاحق المحاكم وتلاحق النزاهة مسؤولة على 20 سنة من جوة الأعمال هذا يجب أن يلاحق المهندس المقيم الذي واقف على هذه المشاريع يجب أن يلاحق مسؤولية تتمتد إلى 10 سنوات يجب أن يفعل القانون سيدتي بدون تفعيل القانون لا توجد هيبة للدولة بدون هيبة الدولة لا يمكن بناء لا يمكن البناء ولا العمران ولا أنه ترفيذ القطط شيء مرتبط بشيء سيد جابر وزارة 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 أكو هيبة للدولة يعني نعم نعم بوزارة الإسكنان العديد عندكم من المجمعات داخل العاصمة مشيدة من الكارفانات الخشب السندويش إجراءاتكم خطتكم كوزارة لهذه المجمعات خصوصاً أنها معرضة للاحتراق بطريقة أو بأخرى وما شاء الله الحرائق دائماً بالعلاق دا صير فاعل أو مفتعل ما تقول لي أنا سمعت هذا السؤال أكثر مرة ما تقول لي هاي وين المجمعات ما عدنا مجمعات أبداً لا داخل العاصمة ولا خارج العاصمة من الكارفانات أو السندويش بناء إحنا في لوزارة أمار الإسكان عدنا مجمعات اثنين تحت الإنشاء حالياً التاجيات والعامرية وهاي بالبناء التقليدي والكونكريت والبناء الهيكلي المعتاد أبداً ما عدنا لا أنجز سابق ولا حالياً وطبعاً إحنا هذا قد يكون في الاستثمار قد يكون يعني المحافظة ما عدري قد يكون هذا بس إحنا ما عدنا كوزارة الإسكان وهذا طبعاً الإسلوب مرفوض أيضاً به هذا هدر يعني المجمعات اللي من هذه النوعية أنا أعتبرها هدر وما بها كرامة المواطن صحيح السكن السكن هو ليس يعني حيطان أربعة موجودة السكن هو كرامة المواطن به وأيضاً هو تنمية للبلد عندما يكون هناك موجود مجمع سكني يعني هاي مجمع سكني بحاجة لخدمات مع مجاري بحاجة للمستشفى بحاجة للمدرسة بحاجة لسوق بالتالي هذا الموضوع مع بعضها تشكل محور تنمية المضطوب هو بالبلد وبالتالي يكون محركة الصادية أيضاً إحنا القضايا إذا نجي محور ومحور حتى صار حديث مع دولة الرئيس نعم أنه قلت له الخدمات هذه صحيح هذه حاجات أساسية مطلوبة ولكن هناك موضوع أيضاً خطير ويحتاج إلى تركيز وإلى أنه ثورة بالإجراءات وهو موضوع السكن موضوع المساكن والسكن نحن عدنا اليوم أزمة يعني سيد جابر نحن أزمة ترجمة نانسي قنقر